عقد يوم الاثنين المنتدى السنوي للوضع الكليل عام 2023 ومنتدى التأثير الدولي الرابع لمراكز البحث الصينية في بيين قال نائب وزير الخارجية الصيني شيافان في كلمته الرئيسية خلال المنتديين إنه من أجل تعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية يجب علينا الالتزام بالتنمية المشتركة وضخ قوة دافعة في التنمية العالمية في هذا العام ستعمل الصين مع جميل أطراف لاستطافة دورة ثالثة المنتدى للحزام وطريق لتعاون دولي وسنواصل تعزيز تنمية العالية الجودة لحزام وطريق بشكل مشترك لتوفير قوة دفع جديدة لتنمية المشتركة لجميع الدول وفتح المساحة الجديدة لتعاون القصادي العالمي يعتقد العلماء المشاركون في المنتديين أن الاقتصاد الصيني لا يزال رمح الاستقرار للتنمية الاقتصادية العالمية كما عدل البنك الدولي في يناير الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% ورفعت مؤسسات دولية أخرى أيضا توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني هذا وأصدر المنتديان تقريرا بعنوان إعادة التشغيل بعد الكارثة الاقتصاد العالمي ومستقبل الصين في عصر ما بعد الوباء ويعتقد التقرير أن الاقتصاد العالمي في حقبة ما بعد الوباء سيواجه تشابكا شديدا بشكل متزايد بين التحديات القديمة والجديدة وسيدحظ نظرية الذروة لصعود الصين من عدة جوانب ترجمة نانسي قنقر